نساء عرفن بالقوة والشجاعة وعدائهن للرجال قاموا بإنشاء قبيلة خاصة بهن لا يدخلها الرجال وإلا يلاقوا مصيرا مخيفا عرفوا بالصبر والتحمل وستندهش عندما تعرفوا كيف كنا ينجبن للحفاظ على إرثهن رغم كرههن للرجال إنهن الأمازونيات ترى هل كانوا حقيقة الأمازونيات هن نساء جميلات حسنوات عرف عنهن بغضهن الشديد للرجال إلى درجة أنهن كن ينهين حياة الصغار إذا ولدوا ذقورا وكانت مملكتهن للنساء فقط أما إذا دخل أحد أرضهن من الرجال وإذا قادته خطاه إلى دخول أرضهن فسيلاقي حتفه لا محالا فالأمازونيات محاربات بسيلات ولا يخفن من الرجال بل ولا يقل قدرهن عن الرجال ووردت في كتب وألواح المؤرخين الإغريق القدماء الكثير من الأساطير عن هن فذكروا أنهن أول من روضنا الخيل وامتطاها من بني البشر وأنهن خضنا عدة حروب ضد أثناء وغيرها من المدن الإغريقية القديمة وقد اختلفوا حول مكان مملكة هن فذكر بعضهم أنها تقع في الأنضول إلى الجنوب من البحر الأسود وأن كلمة أمازون معناها بدون رجل في الإغريقية القديمة فيما زعم فريق آخر بأن أرض الأمازون تقع إلى الشمال في أوكرانيا وهناك أيضا من قال بأن مملكة الأمازون تقع في شمال إفريقيا وزعم بأن اسمها مشتق من كلمة أمازيغ أي سكان شمال إفريقيا الأصليين والذين سكنوا تلك البقاع منذ فجر التاريخ ورغم اختلاف المؤرخين حول مكان مملكة الأمازون إلا أنهم اتفقوا على أنها كانت مملكة واسعة تتكون من عدة مدن ذكروها بالاسم وأن ملكة الأمازونيات كانت فائقة الحزن والجمال وغاية في الشجاعة والإقدام لكن نقطة ضعف الأمازونيات الوحيدة والأمر الوحيد الذي يحتجن إلى الرجال فيه كان الجماع والتكاثر وذلك كي لا تقل أعدادهن وينقرضن ولهذا السبب ولمرة واحدة في السنة كانت الأمازونيات البالغات يذهبن في رحلة جماعية إلى إحدى المدن الواقعة عند حدود مملكتهن فيضعن أسلحتهن جانبا ثم تنصب كل واحدة منهن خيمة ويتربصن حتى يأتي إليهن رجال تلك المناطق ممن يعلمون قصتهن ومسلكهن فيقيم ليوم وليلة واحدة فقط معهن هذا اليوم اليتيم خلال السنة كان هو يوم السلم الوحيد بين الأمازونيات ومعشر الرجال أما فيما سواه فلم يكن هناك شيء في الدنيا أحب إلى قلب الأمازونية من إذلال الرجل وإنهاء حياته وعند عودة الأمازونيات من رحلة التكاثر السنوية كانت الحوامل منهن ينتظرن بفارغ الصبر حتى يلدن وويل للمولود إذا كان ذكرا لأن المسكين كان يتعرض لإنهاء حياته فورا أو يترك في البرية ليموت جوعا وتلتهمه الحيوانات المفترسة وفي أحيان نادرة قد يكون في قلب الأم ذرة من الرحمة فتحمل مولودها الذكر لتتركه عند مشارف إحدى البلدات أو المدن الإغريقية ليلتقطه سكانها ويربونه أما إذا كان المولود أنثى فكانت تستقبل بالحفاوة والتبريك قصص عشق الأمازونيات أيضا ذكرت في إحدى الأساطير الإغريقية في أن ملكة الأمازونيات هيبوليتا أحبت بطلا إغريقيا وهربت معه إلى أثنى حيث تزوجا وأنجبت منها وقد كان هروبها وزواجها سببا في حرب مدمرة نشبت بين الأمازونيات وسكان مدينة أثنى الإغريقية واستمرت هذه الحرب وامتدت لتصبح حربا شاملة ممتدة ضد جنس الرجال